تسهيلا على المواطنين والمصابين حضرتك اعتمدت ايضا الاعتماد على الاشعاعات المقطعية على الصدر بديلة للمسحة للتأكد من وجود الفيروس من عدمه دكتور دعيني انا اتحدث ايضا فيما يخص الهايدروكسيكلوركين البعض بيستخدمه للوقاية او يعني هو مش مصاب بالفيروس ولكن هو بياخده للوقاية فايه مدى صحة الموضوع ده الجرعات الوقاية مش ما فيش حد يقدر يقررها بينه بالنفسه احنا عاملين بروتوكول الوقاية للأطقم التبية جزء منه كيمو بروفلاكسي اللي هو فيه الهايدروكسي وبعض زينك وفايتامين سي واميجا ثري وخلافه بنديها بجرعات محددة مش جرعات علاجية دي مش جرعات علاجية واثبتت فعليتها مش عايزة المواطن يلجأ لده لان ده مش هيفيده لانه لازم الدكتور اللي يحدد الجرعات والحقيقة ده كده بيحرم ناس محتاجة الهايدروكسي ومريضة فعلا فاهم وقاية للمواطن هي الماسك وغسيل اليد مش بس الهايدروكسي كلوركينا دكتور ولكن عدد كبير جدا من المواطنين عقب انتشار بروتوكول العلاج وحضرتكم حذرتوا من هذه البروتوكولات على صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك تم سحب عدد من الأدوية المناعة وحضرتك كان فيه اجتماع مع رؤساء شركات وعدد من مسؤولي الوزارة لضخ عدد أكبر من هذه الأدوية هل هناك إمكانية ربما لتقنين صرف هذه الأدوية بروشيتة أو ما إلى ذلك لعدم تكرار الموضوع مرة أخرى بالتأكيد ومازلت طبعا في بعض الصيدليات لم تتواجد أدوية المناعة تحديدا في الجمهورية الهايدروكسي والأدوية دي هي أدوية طول عمرنا بنستخدمها لأمراض تانية مش للكورونا وهي المرضى الروماطايد وأمراض تانية اللي حصل إن المواطنين سحبوا كل اللي في الصيدليات الخاصة وسحبوا كل الفيتامينات وخافض الحرارة بكل أنواعهم ومضادات حيوية كلها ده أدى لنقصان شديد جدا في الصيدليات الخاصة في هذه الأدوية لناس فعلا محتاجة أنا أقضت اجتماع بغرفة صناعة الدواء وشركات الأدوية المصنعة لهذه المنتجات واشتغلنا مع بعض بحيث إن احنا نعمل توازن ما بين احتياجات وزارة الصحة والضخ الأمثل في السوق مع وضع معايير لصرف الأدوية ديت للمواطن أنا بس بقول للمواطن ما ينفعش إن انت تاخد الأدوية دي انت لوحتك تدوى وزارة الصحة فيها كل الأدوية ويسيب الأدوية ديت لأن في مرضى تانين مش كورونا بيحتاجوها ودي جزء من بروتوكول العلاج لمعظم أمراض كتير قوي ترجمة نانسي قنقر